ليه سيرة درامية ليه مش سيرة ذاتية والفرق ما بين السيرة الدرامية والسيرة الذاتية حلو ده جميل السيرة الذاتية بيكتبها صاحبها يعني أنا أقرر إن أنا أكتب سيرتي زي ما عمل طاحسين في الأيام طاحسين كتب الأيام سيرته سيرته الذاتية وبرضو فرق بين المذكرات من حد برضو بيكتب مذكرات وأن أنا ممكن أمليها على حد أجيب صحفي أقول له عايز أكتب مذكراتي وأحكي له وهو يكتب لكن السيرة الدرامية شيء مختلف تماما أنا بكتب سيرة حياة شخص مشهور فنان أو سياسي أو مثقف ما وبدخل فيها جزء من الدراما مواقف ممكن تكون ما حصلتش في الحقيقة لكن هي أقرب إلى الحقيقة مواقف أنا ممكن أتخيل إسماعيل ياسين في المواقف ده كان بقول إيه فأكتب اللي هو قاله في المواقف لأن أنا مكنتش معاه في الوقت ده هو بيتكلم أو بيعيش المواقف اللي هو عاشه فهنا جاء اسم السيرة الدرامية وأعتقد الحمد لله أن أنا كنت أول حد يكتب ده في الصحافة المصرية والعربية وأول حد يعمل ده في الكتب السيرة الدرامية دي حاجة بتاعتي أنا أول حد أقدمها أو كتبها مين اختار مع حضرتك اسم الكتاب وليه قررت يكون اسم الكتاب بالشكل ده وخدت رأيي أي حد فيه؟ ولا ده بس بيخص الكاتب أو بيخص حضرتك بس؟ لا هو طبعا في الحقيقة يعني ما بخدش رأيي حد في البداية في العنوين أو في الكتاب بعد ما بيطلع الكتاب لأن أنا كنت عادة بكتب الكتاب في شكل حلقات يومية خلال شهر رمضان كل يوم حلقة 30 حلقة زي المسلسلات بالضبط ولما بقرر أن أنا أعمل الحلقات دي كتاب ممكن يبقى في بعض الأراء من الناس اللي قروا الحلقات في الصفحات في الجرائد يقولوا لي كان كذا ممكن يبقى فيه كذا أخذ بعض الأفكار أو الملاحظات وأحاول أن أنا أعيد ترتيبها لما بعمل الكتاب